الحالة الثانية من الحالات المرتبطة بطريقة القصة المتناقص هو مجموعة أرقام سنوات العمر الإنتاجي للأصل وبموجب هذه الطريقة يمكن الوصول إلى تحديد قصة الاستهلاك السنوي المتناقص ولكن هنا ينبغي أن يتم تحديد نسبة مئوية وذلك من خلال عملية جمع أعداد سنوات العمر الإنتاجي فعلى سبيل المثال لو كان العمر الإنتاجي مقدرا بخمس سنوات فهنا ينبغي أن يتم جمع سنوات العمر الإنتاجي من خلال العلاقة الظاهرة أمامك عزيزي الدارس السنة الأولى مضاف لها السنة الثانية مضاف لها السنة الثالثة مضاف لها السنة الرابعة مضاف لها السنة الخامسة للوصول إلى المجموع وقدره 15 مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي ومن خلال هذه العلاقة يمكن تحديد النسبة وهذا ما يمكن إضاحة من خلال المثال الآتي بتاريخ 5-1-2003 اشترى الشركة الفاروق آلة بمبلغ 200 ألف ريال قدر عمرها الإنتاجي بخمس سنوات وكلفة النفاية في نهاية العمر الإنتاجي بخمسين ألف ريال هنا المطلوب مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي واحتساب قصة الاستهلاك السنوي على مدى سنوات العمر الإنتاجي لاحظ عزيزي الدارس مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي كما أشرنا سابقا تجمع السنوات للوصول إلى هذا المجموع واللي راح يظهر أمامني مقدارة 15 لتحديد نسبة الاستهلاك هنا ووفقا للمعطيات المشار إليها بخصوص نسبة السنة الأولى سوف يتم قسمة السنة الأخيرة على مجموع السنوات أما بالنسبة إلى نسبة السنة الثانية فهي يتم من خلال قسمة السنة قبل الأخيرة على مجموع السنوات وهكذا بالنسبة إلى نسبة السنة الثالثة للسنة التي بعدها على مجموع أرقام السنوات وهكذا بالنسبة للسنة الرابعة حتى نصل إلى السنة الخامسة بقسمة السنة الأولى على مجموع السنوات ويحتسب قصة الاستهلاك السنوي وفق هذه الطريقة على مدى سنوات العمر الإنتاجي من خلال الجدول الآتي باستخدام تخسيمات الجدول وفق الحقول المشار إليها حقل يخصص للتاريخ وحقل للكلفة وحقل للاستهلاك وحقل لمجمع الاستهلاك والحقل الآخر للقيمة الدفترية ولابد من الإشارة إلى أننا يمكن الوصول إلى القيمة الدفترية من خلال استبعاد مجمع الاستهلاك من كلفة الأصل في فترة الشراء بداية الشراء في 5-1-2003 الكلفة كانت 200 ألف ريال ولم يكن هناك استهلاك وبالتالي لم يكن هناك مجمع للاستهلاك فإن القيمة الدفترية ستكون 200 ألف ريال في نهاية السنة الأولى سوف تكون الكلفة الإجمالية 200 ألف ريال بينما الكلفة المخصصة لاحتساب الاستهلاك هي 150 أي أننا قمنا باستبعاد 50 ألف ريال وهو مقدار النفاية المتوقعة في نهاية العمر الإنتاجي وهذه الكلفة سوف تضرب في نسبة السنة الأولى لنصل إلى قصد استهلاك السنة الأولى وعندما يتم إبعاد قصد الاستهلاك والذي هو يمثل بدوره مجمع الاستهلاك للسنة الأولى من كلفة الأصل يمكن أن نصل إلى القيمة الدفترية لذلك الأصل أما في نهاية السنة الثانية فسوف يتم ضرب كلفة الأصل بعد استبعاد النفاية والبالغة 150 والتي عشرنا لها قبل قليل في نسبة السنة الثانية 4 على 15 للوصول إلى قصد استهلاك السنة الثانية وعندما يتم جمع قصد استهلاك هذه السنة مع مجمع الاستهلاك السابق سوف نصل إلى تحديد مجمع الاستهلاك في نهاية السنة الثانية وعند استبعاد مجمع الاستهلاك في نهاية السنة الثانية من كلفة الأصل سوف نصل إلى تحديد القيمة الدفترية لذلك الأصل في نهاية السنة الثانية أما بخصوص السنة الثالثة فسوف يتم ضرب كلفة الأصل في نسبة السنة الثالثة وهي تلافع على 15 للوصول إلى قصد استهلاك السنة الثالثة وعندما يتم جمع هذا القصد مع مجمع الإهلاك السابق سوف نصل إلى تقدير مجمع الاستهلاك في نهاية السنة الثالثة والبالغ 120 ألف ريال وعند استبعاد مبلغ 120 ألف ريال من إجمال التكلفة سوف نصل إلى القيمة الدفترية البالغة 80 ألف ريال أما في نهاية السنة الرابعة من عمر الأصل سوف يتم ضرب كلفة ذلك الأصل في نسبة السنة الرابعة للوصول إلى قصد استهلاك السنة الرابعة وحال جمع هذا القصد مع مجمع الاستهلاك السابق سوف نصل إلى مجمع استهلاك الماكنة في نهاية السنة الرابعة وحال إبعاد هذا المجمع من تكلفة الماكنة سوف نصل إلى تحديد القيمة الدفترية في نهاية السنة الرابعة والتي تظهر بمقدار 60 ألف ريال أما في نهاية السنة الأخيرة من العمر الإنتاجي فسوف يتم ضرب تكلفة ذلك الأصل في نسبة السنة الأخيرة والبالغة 1 على 15 للوصول إلى مقدار قصد الاستهلاك في نهاية السنة الأخيرة وحال جمعه مع مجمع الاستهلاك السابق سوف نصل إلى تقدير مجمع استهلاك ذلك الأصل في نهاية العمر وعندما يتم إبعاده سوف نصل إلى مقدار القيمة الدفترية لذلك الأصل والتي تمثل بدورها قيمة النفاية المتوقع الحصول عليها في نهاية العمر الإنتاج لاحظ عزيزي دارس أن قصد الاستهلاك سنة بعد أخرى آخذا بالإنخفاض وهذا هو شيء طريقة القصد المتناقص والتي هي من طرق احتساب استهلاك الأصول الثابت